موسيقى مشاهدين أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم نقاش مفتوحة اليوم نواصل معكم متابعة مستجدات ملف الأساتد المتعاقدين ففي الوقت الذي تحاول فيه وزارة التربية الوطنية إيجاد حلول من خلال احتساب الخبرة في مسابقة التوظيف وإعطاء تعليمات لمديري التربية بالصرف رواتب المتعاقدين شهريا وإدراج المنح في راتبهم يتمسك الأساتد المتعاقدون بالمطالبة بالتوظيف مباشرة دون قيد أو شرط وبين هذا وذاك دوامة أخذ التلميذ رهينة في تسوية وضعية مهنية تدخل فصلا جديدا كنا نظن أننا أصبحنا أو أصبح من الباضي فبعدما تميز الموسم الحالي بالاستقرار والهدوء في سياق مبدأ الحوار الذي طبع وزارة التربية الوطنية بالشركاء الاجتماعيين وتوجى بميثاق أخلاقيات قطاع التربية إذن ما هي حدود تدخل الوزارة في تنظيم عملية التوظيف وإلى أي مدى ستسمح الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بمعية الوظيفة العمومي في تسهيل حل مشكلة المتعاقدين لاستضاحات الملف نصعد بأن يكون معنا السيد نجادي مسجم وهو المفتش العام بوزارة التربية الوطنية أهلا بك سيدي أولا السلام عليك أشكركم على هذه الاستضافة للتوضيح الموضوع لأنها مطروح حاليا في قطاع التربية مرحبا سيد نجادي نسعد أيضا بأن يكون معنا السيد مصطفى كحليج وهو رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني أهلا بك سيدي أهلا وسهلا شكرا نسعد أيضا بأن يكون معنا بشير سعيدي وهو الناطق باسم الأساتدى المتعاقدين أهلا بك سيدي ونسعد أيضا بأن يكون معنا أيضا صادق زيري وهو رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أهلا بك سيدي شكرا على الاستضافة وندخل إلى الموضوع مباشرة ما تميز به اليوم هو اجتماع وزارة وزيرة التربية الوطنية بمديري التربية وما توجه من تعليمات وكذلك من توجهات في سياق تسوية ملف الأساتدى المتعاقدين السيد نجادي أين وصلت العملية لتسوية هذا الملف؟ فعلا اليوم صباحا تم اجتماع مع السادة مدرى التربية عن طريق الفيزيو كونفيرانس المستجدة بالنسبة لهذا الموضوع وهو كيفية احتساب الخبرة المهنية وما هي الوثائق التي ينبغي إحضارها بالنسبة لإدماجها في الملف الذين أدعوا الملفات في المراكز المفتوحة وقدمت شروحات وطلب من السادة مدرى التربية تسهيلات لإنجاز هذه الوثائق لكي تكون جاهزة قبل إصدار النتائج هذه الخبرة المهنية التي جاءت إثر لقاء مع المتعاقدين والسيدة الوزيرة بعد النقاش مع أعضاء هذا الفوج تفهمت الوضع وبالنسبة لها الظروف التي يعملون بها في المناطق المعزولة في مناطق جبالية إلى خيره تفهمت هذا الوضع وفي الحقيقة في نطاق الإنصاف الإنصاف وتسويت ومساوات الحظوظ بين المترشحين أرتأت اقتراح إلى السيد الوزير الأول تثمين هذه الخبرة المهنية وكانت الموافقة وصرعانا قامت الوضع العمومي مع فوج من وزارة التربية بوضع أليات لإحتساب هذه الخبرة المهنية التي الآن رحي معروفها لدى الجميع وهي كل سنة تثمن بنقطة واحدة لكن لما نقوله كل سنة تثمن بنقطة واحدة هو أمر مبهم ماذا نقصد بكل سنة تثمن بنقطة واحدة نفرض مترشح خذى 12 من 20 في الكتاب وله سنتين خبرة معناه ما هو الحاصل ما هي الحاصلة لهذه التنقض هي 12 زائد 2 معناها 14 من 20 ليس نقطتين فقط لكن إذا وحدنا المقامين هي ربعين نقطة ربعين نقطة نظافت في مجموع التنقض الذي تحصل عليه في المواد الأربع الذي يمتحن فيها ليس فقط نقطتين ولكن ربعين نقطة بالنسبة للمجموع المتحصل عليه في اختبار أربع مواد سيد سعيد في هذه النقطة نلاحظ بأن الوزارة من خلال فتحها وفتحها لباب الحوار معكم ومحاولة إيجاد هذه الحلول التي بيدها لماذا لم تكن هناك استجابة علما بأن المسابقة هي قانون للوظيف العمومي إحدى القوانين الجمهورية الجزائرية كلها من يلج إلى الوظيفة العمومية مر عبر المسابقة شكرا بعد بسم الله الرحمن الرحيم هذه الخبرة المهنية مرن كروش أنها كانت بعد التفاوض مع معالي الوزير على هذه الخبرة المهنية وهي في المعدل شيء كبير لكن السؤال المطروح نقول ما الفائدة من نقطة هذه وعدد المناصب محدود فنحن ليس في امتحان باكالوريا نحن مقبلون على مسابقة في مناصب محدودة مثال أن هناك في بعض الولايات مادة من المادة الرياضية مثلا في بويرا الجيل فشلف نسبة عدد المناصب هي السفر في ماذا تفيدوني الخبرة هذه النقطة تلك الخبرة المهنية دونك والمناصب الشغيرة ستذا متعاقدين في هذه المادة في هذه الولايات تلقى عشر أو خمستاش وستر متعاقدة في منصب الشغير وعدد المناصب يعني يعني إنعدام العدد المناصب المفتوحة إذن سيد سعيدي يعني تقررون بأن المناصب المفتوحة للتشغيل والمناصب المعروضة يعني من خلال هذه المتعاقدين يعني ليس هناك سكافة يعني بين المناصب المفتوحة والطلبات المقدمة حتى من طرف الأساتذة المتعاقدين سيد كحيليش يعني بوصفكم يعني ممثل الشعب ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني هل كان لديكم احتكاك أو تواصل مع هذه الفئة التي يعني تطالب بهذه المطالب هل هناك يعني مفاوضات معهم هل هناك توضيحات تقديم توضيحات في هذا الشأن سيد الحديث شكرا سيدة الكريمة مجددا تحية لك وإلى كل إخوة المشاهدين والمشاهدات فيما يخص ملف الحال على كل حال لطغاء على الرأي ساحة الساحة الوطنية سيما في ما تعلق بقطع التربية طبعا بطبيعة الحال بحكم أن نرأس لجنة التربية والتعليم العالي في المجلس الشعبي الوطني وبحكم موقعنا كنائب في المجلس الشعبي الوطني من الطبيعي أن نتفاعل مع هكذا ملفات نحن أول الأمر على كل حال منذ البداية تلقينا شكوى وطلب تدخل من هؤلاء المتعاقدين في رسالة موجهة أمر تنوله للرأي العام كان لزاما علينا أن لا نقف مكتوفي الأي دي سياما وأنه من مهامنا الدستورية نقل انشغالات المواطنين بصفة عامة كان لنا منذ أيام لقاء على مستوى البرلمان مع سيدة رئيسة سيدة وزيرة التربية والوطنية والإطغاء على النقاش بصفة أساسية زيادة على فيما تعلق بالمناهج والبرامج الجديدة أو ما يسمى بالجيل الثاني ملف المتعاقدين نحن شيء طبيعي أن نقلنا الانشغالات المتعاقدين بكل أمنة لأن قبل التمحص وقبل اتخاذ موقف منواجبنا أن ننقل هذه الانشغالات أكثر من ذلك سعينا وربما سيد حيديش نعم كانت لديكم لقاء مع وزارة التربية لكن هل كانت لكم لقاء مباشر مع المعنيين بهذا الملف من أجل استضاح هذه الرؤية لديهم كما أسلفت زيادة على الوثيقة التي تحمل الانشغالات تهم لأن زيادة على الإدماج المباشر بدون المرور المسابقة فيما تعلق بالمخلفات المالية كان فيه كذلك نحن من ضمن لجنة التربية في البرلمان فيه نائب ورافق الإخوان في مسيرتهم نحن في آخر لقاء كان للوزيرة مع ممثلي المتعاقدين كنا كوساطة طلبنا من الوزيرة وذي للأمانة لقينا رد الإيجابي والفوري بأن الأبوة مفتوحة للتفاوض والنقاش كنا طلبنا من معالي الوزيرة وكانت الاستجابة وينلقات آخر وفد يتمثل من خمس من الإخوة المتعاقدين وكان فيه نقاش أول أمس وهو آخر لقاء كان مع الوزيرة من الممثلين وين توصلوا إلى لحل المشاكل وتشكيل اللجنة مشتركة لحل المشاكل العالقة والتي من آثارها لقاء تعليم اللي تكلم عليها الأستاذ أمسق نحن للأمانة كذلك طبعا وهذه لازم يعرفها الإخوة المتعاقدين وغير المتعاقدين لأن دورنا هو تلقي انشغالات المواطنين بل للأمانة كذلك تلقينا كذلك الفئة الأخرى الفئة الأخرى اللي هي الغير المتعاقدين الأستاذة اللي حبوا يدخلوا للمسابقة وانقلنا كذلك انشغالا في لقاءنا من بينها سيف حالي؟ هما يعني باش نكون واضح وصريح للأمانة هما حبوا كذلك يدخلوا المسابقة على سبيل تساوي على أساس أن فيه ما يسمى مبدأ دستوري اللي هو تكافؤ الفرص قال احنا بالنسبة لنا هذو المتعاقدين احضوا بفرصة وسبقوا وخدموا احنا ما احضناش بالفرصة أساسا ومع أن يشوفوا باللي هذه الفرصة لفتح التخصصات لأعتقد 28 تخصص بالنسبة لهم هذه فرصة مع وجود أكثر من 28 ألف منصب شغل بالنسبة لهم هذه فرصة للمسابقة النازيهة اللي يكون فيها الأطراف متساوية بالوزارة وباعتراف النقابات يعني ما يشوب مسألة التعاقد في مديريات التربية يعني من يفوز بعقد التعاقد للتوظيف في وزارة التربية سيد زيري يعني عندما نسمع إلى كل الأطراف نلاحظ بأن هناك عدة إشكاليات ليست هناك إشكالية واحدة فقط هناك مبدأ التساوي الفرص بين المتعاقدين وغير المتعاقدين من حامل الشهادات هناك أيضا حتى إشكالية داخل المناصب المفتوحة وعدد الطلبات سواء بالنسبة للذين المتعاقدين أو بالنسبة الغير منتمين إلى قطاع التربية يعني كنقابة وتجربتكم في الميدان ما هي يعني كيف يمكن أن نخرج من هذه الجنة نعم شكرا بسم الله السلام و السلام رسول الله شكرا على الاستضافة في البداية والله بالنسبة لهذا الموضوع هو شائك جدا كما تفضلت وفيها يعني معقد من حيث عدة جوابه كما كنا نستمع لأنه لأنه عندما نقرأ وعندما نشاهد بعض التصريحات وما إلى ذلك نلاحظ يعني بأنه هناك أخذ موقف على حساب لطرف على طرف آخر بالنسبة 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 للنقابة كين مراحل معينة نحن كنقابة لا يمكن لنا إلا أن نقف مع الموظفين في مطالبهم في أشياء كثيرة وأبدأنا هذا منذ البداية ودرنا كنقابة بيان توضيح يوم 29 من الشهر المرصرم وكنا وضحين في نقطة أساسية ونحن أول من طالب بالخبرة المهنية بتثمين الخبرة المهنية وهذا الشيء فعلا تم اليوم لأننا توقعنا لما تفتحت المسابقة الشيء التي نتفضل بها سيمسطفى أنه سيكون إقبال كبير على التشجيلات ونجد أنفسنا بين حلين أحلهما مر بالنسبة للعدالة كما تفضل وبالنسبة لتكفى الفرص أحنا أمام اليوم إصرار زملائنا وأبنائنا المتعاقدين للي عندهم الأسبقية عندهم سابقة فيما يخص إدماج الفين وحداش فيما يخص الشيء اللي فعلا عنوه في الميدان فيما يخص المجهود اللي بذلوه في نضالهم كين إصرار حتى على تولي المنصب على التربية يعني مشاوا مسافات طويلة على الأقدام لحقوا إلى إضراب الطعام في وضعية مزرية للأسف يعني لا بد من أن نتحرك فينا الضمير التضامن لكن أمام شيء آخر أساسي مسجل من أبناء الشعبنا الجزائري وهو يبحث على وظيفة معناها الوضعية جد معقدة اليوم مع إصرار المتعقدين على الإدماج دون قيد ولا شرط ومع هذه الطرف الثاني في المعادلة اللي هم طلبات التوظيف والبحث عن الوظيفة للأسف أنه هذا يدل أيضا على أن التوظيف عندنا هش والبطالة عندنا مرتفعة جدا والدليل إقبال عدد كبير من الشباب المتخرج من الجامعة للتوظيف في التربية والتربية مهمة ميش سهلة مهمة تحتاج إلى تكوين خاص تحتاج إلى تحضير خاص وإحنا على هذا من هذا البلاطو طالبنا بتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليل الأستاذة وقلنا أن الأسبقية في أي مشكل يعني لكل المشاكل في القطاع الأسبقية لتكوين الأستاذ الكف اللي قدر يتولى هذا التربية والتعليم الآن نحن أمام إشكالية كبيرة أمام مشكل إلى متى يبقى الوضع على حاله لا بد من حل حرك الوضع لكن ألا ترون بأن في احتساب وزارة التربية للخبرة يعني كل سنة بنقطة والمسابقة التي هي إجراء ضروري وإجراء قانوني هو خارج حتى من وزارة التربية هو تابع للوظيف العمومي ألا ترون بأن بفتحها لهذه المسابقة أمام الجميع هناك شفافية وهناك أيضا تكافؤ الفرص وهناك أيضا تثمين للمتعاقد فيما عمل نحن في تقديرنا والحسابات التي عملناها كنقبة سي بشير تفضل بتخوف وهو مشروع فيما يخص فتح المناصب الموجودة على منصب واحد والمتعاقدين لذلك كي نوع من التمسك بالإدماج لأنه تجد على نفس المنصب في نفس الاختصاص أن الحضوض الحضوض في المسابقة لأنه منصبين مثلا كما تفضل وعطى مثال في مادة معينة رياضيات ولا غيرها من المواد أزيد من 50 متعاقد الموجود في هذه المادة هذه الإشكالات خلت التشبث بالإدماج ونحن نتحدث عن سيد زيري ونحن نتحدث عن التشبث بالإدماج نتابع زميلة حياة سعودي يعني رصدت لنا انطباعات أيضا الأساتداء المتعاقدين الموجودين الآن ثم بعد ذلك نعود نتابع مع زميلة حياة سعودي ثم نكمل النقاش حنا قلنا رفضنا المسابقة الكتابية لأنها هي الطريقة السهلة للغش والمحسوبية والتلاعب بالعلامات لأن كذلك ناجحين في المسابقات ليس لهم الحق لا في الطعن ولا في يعني العلامات حتى أنهم يشوفوا العلامات أوراقهم نحن كأساتداء المتعاقدين بعد المفاوضات مع السيدة الوزيرة السيدة الوزيرة نوريا بن غبريت إلا أنها ما زالت إلا أنها ما زالت تحاول تفاوض على تسمين الخبرة المهنية ونحن كأساتداء متعاقدين رفضنا هذا العامل رفضاً مطلقاً هذا كوشن طالبه الإدماج دون قيد أو شرط وعد قرر أربع سنين وعد خمس سنين كان وحداً معنا قررات من دوميل 2016 وما مراهين دوميل وثلاثة يعقل ومن غير مقبول أن يقارن أستاذ له من الخبرة سبع سنوات أو أكثر بأستاذ خريج جامعة لهذا العام لأن الإدماج سيحقق لنا يمكن يعني جهد سنوات كبيرة جداً من التعليم ومن هذه الخبرة التي اكتسبناها من خلال الاجتماع الذي جمعنا مع معالي السيدة الوزيرة طرحنا إنشغال الساتد المتعاقدين وهو الموال المتمثل في الإدماج دون قيد أو شر معالي الوزيرة قالت بأن مطلب تتمين الخبرة هو مكسب بالنسبة للأساتد المتعاقدين ونقلنا هذا الانشغال إلى الأساتد المتعاقدين كما قالت سيدة الوزيرة بصدق وبأمانة لكن الأساتد المتعاقدين أصروا على مطلبهم الوحيد وهو الإدماج دون قيد أو شر سيد نجادي ألا ترون بأن هناك تناقض يعني من خلال هذه المطالب مرة يعني يطالبون بالأساتد المتعاقدين يطالبون بالخبرة وعندما تحتسب الخبرة يكون هناك المطالبة بدون شرط أو قيد وحتى سيد سعيد ذكر بأن عدد المناصب المطروحة يعني لا تتماشى مع عدد المتعاقدين مع وزارة التربية يعني في نظركم كيف يكون الحل وما هو تصوركم لهذا لهذا الموضوع أول أن مات ظهر الإشكال الإشكال تعالى المتعاقدين ظهر لما ظهر عدد المناصب مفتوحة وهو 28 ومزعل على حسب الولاية وحسب الخارطة المدرسية يعني حسب حاجية الميدان مع العلم التعاقد والاستخلاف لها موجود في الميدان متنوع ليس فقط المناصب الشاغيرة لها تستخلف في عطلة مراضية في الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي لمناصب مخصصة للترقية غير معنيين بالمسابقة كل هذا التشتت يجعل أن عدد الأشخاص الذين يمارسون التدريس من التدريس في الميدان متنوعة ومختلفة وتفوق بعدد كبير العدد المناصب المحددة على سبيل المثال عدنا 25 ألف مستخلف إذا تخلنا في المنطق في المنطق تاعد الإدماج عدنا 75 ألف هذول يدخلوا في الإدماج الناس لما شافت في الجريدة عدد المناصب كل واحد دعوا حسابه عرف عندي زوج مناصب في الولاية في التخصص تعي وعرف كان خمسين واحد مستخلفة واحد على أستاذ رئيسي خمسة على مكون عشرة على عطلة مرضية خمسة على عطلة أمومة سيتقدم للمسابقة هو على منصب شاغر من المحظوظين لأن عشرة من الناس تجري وراء المنصب الشاغر ومن هو المحظوظ الذي يتحصل على هذا المنصب الشاغر إلا إذا كانت له معارف أو علاقات يعني عدم وجود شفر ولهذا لما قرأوا هذه الورقة كثير منهم لاحظوا باللي الحوض تحتهم للنجاح في هذه المسابقة طائلة جدا ولهذا ظهرت فكرة الإدماج وفي المنطق هذا معنا نريد استبدال نظام قانوني الذي يعتمد على كتابي أو على دراس من الله بنظام آخر وهو الإدماج ماذا نفعل السنة المقبلة هل نبقى دائما في الإدماج أو نرجع للمسابقة هذا السؤال نطرحه نعم سيد صعيدي ما هو ردكم على هذا كان يقول منصبين ويوجد ما في بجاية منصبين ما نحاوسوا عليها وما نحاوسوا على المنصب تعال منصبين كأنوا زيروا منصب في مادة الرياضيات أنا أكدت على زيروا منصب في مادة الرياضيات لم أكد على منصبين قلت منصب صفر في مادة الرياضيات بويرة وشلف والواقفة الاحتجاجية تا 21 في فيفري تشهد أنه ما زال معلنوش عن جدول اختبارات تعال لتلقينا مع مدير الموارد البشرية سيد مدير الموارد البشرية تلقينا به هذا الصراح اللي لا يجب أن يكون يقول لك نحن نحكي علقنا تا جدول اختبارات هذه ما كانت منها هذه ما كانت منها والدليل على ذلك 21 في فيفري 21 في فيفري كانت وقفة احتجاجية في رويسو وقتش بدأ المشكل نهار لداروا كان منشور رقم سبعة تعليم رقم واحد لكانت المسابقة على أساس شهادة داروا قرارات الفتح داروا الشركاء تاعهم ليساعدهم ثم بدأوا قرارات تبديل تغير نمط المسابقة من دراسة الملفات إلى امتحان كتابي بلا ما يستشروا الشركاء الاجتماعيين داروا هذا القرار نقوروا واحدهم في بروبلام كيفاش واحد يخدم وقالني رجبات لك فوق الفرص كيفاش تسوي واحد قرر خمس سنين ست سنين كان يقرر نقول له وقرر ترمينا قرر واحد خمس سنين ست سنين ويجي يجوز مسبقة مع تلميتها هل من العدل هذا هو العدل هذا هو الإنصاف لكن سيد مسقم قال بأنه هناك خمسة وسبعين متعاقد خمسة وسبعين ألف متعاقد لثمانية وعشرين ألف منصب يعني نلاحظ بأنه يعني سراعة سيدة الوزيرة قالت أنه هناك خمسين ألف منصب شاغر خمسين دخول مدرسي 2016 2017 قاد هناك خمسين ألف منصب شاغر بالنسبة ل عدد الأساتذة المتعاقد التي خرجوا تعاقد نسبة أو تعاقد كين خمسة وعشرين ألف أستاذ نحن ندير عملية حسابية عدد الأساتذة المتعاقدين هو نقول بين عشرين وثلاثة وعشرين ألف أستاذ متعاقد سيد مسقم يعني من الوزارة يقول بأنه هناك خمسة وسبعين ألف متعاقد يعني من إذا يعطينا الإدماج الآخر في 2011 انتهينا من تصفية كل الحالات التي استفدت من الإدماج من بداية 2012 إلى هذه السنة حسبنا عدد الأشخاص الذين تداولوا على المناصب الشاغرة خمسة وسبعين ألف هذه كلهم كلهم لهم الحق كلهم الحق حسب المنطقة الإدماج كلهم الحق في الإدماج نحتاج 28 ألف منصب ماذا نفعلون ماذا نفعلون بـ 45 ألف أو 47 ألف هذه وزارة التربية وليست وزارة الشغيل فالمفرمنا الأفضل أن نفكر مصلحة التلميذ ومصلحة المدرسة الجزائرية فليست وزارة تشغيل أفتح مخطوط تخصصات أو أنا أفتح واش نستحق للمدرسة الجزائرية والتلميذ الجزائرية هذه هي وزارة التربية وليست وزارة تشغيل هاته ونجيب الوظف بالإدماج تجعل وزارة التربية ووزارة تشغيل نحتاج إلا عدد الأساتذة حسب الخريطة المدرسية نعرف في ولاية عندي خمس مناصب في الرياضية نفتح خمس مناصب من نجي نفتح عشر لأن توقيت الأستاذ في الثانية 18 ساعة في المتوسط 22 ساعة في الابتداء عندها 30 ساعة ركين حسابات لما نتكلم على عدد المناصب كانت معروفة في جنوبي لأن الندوة الوطنية اللي ندارت جيهويين مدارة التربية على مستوى الوطن كانوا عارفين بالعدد المناصب الشغيرة لأن تم تقييم الدخول المدرسي وكانت الحاجيات اللي نحتاجها بالنسبة لدخول المقبل كانت معروفة في شهر جنوبي لأن الندوات اندارت جيهويين وكل مدارة التربية كان لديها رئيس المصلحة النجيم يسرد لك مدى ما هي المناصب التي يحتاجها معناه الشيء الذي يصدر في الجريدة هو إلا إجهار لانطلاق عملية ولكن المعطاية المناصب الشاغيرة كانت موجودة على مستوى كل ولاية إذن سيد زيري ما قول لكم في هذا من خلال المعلومات المقدمة من سيد نجادي والمطالب لسيد سعيدي بالنسبة للمناصب المفتوحة الشاغيرة هو الرقم لأول مرة يتم إحصائها بدقة التي هي 28.084 بالنسبة للمناصب الشاغيرة بالنسبة للمناصب يتفضل بها فيما يخص تعاقد موجود تحويلها أمر تقني لكن الإشكال هي في 28 في الإدماج لا هي الإشكال ليس في الجنب التقني والمناصب وكيف تحول لأنه حتى مناصب الرئيسي والمكون يمكن لنا أن نحول إلى مناصب قاعدية وهذا يدار في مخطط تسير ونتحكم فيه من حيث الجنب التقني لكن الإشكال في أننا أمام فئة تحب تعاقد الإدماج دون قيد ولا شرط وهناك فئة رهي مسجلة في الامتحان بتعداد أكثر من نصف مليون والآن كاين إسرار نحن أمام إشكالية ما مشكلة ماذا نفعل لا بد أن نحل حلال وضعية وأمام شباب رهبايت في العراء ويطالب ويالحاح باللي لازم له حل أول خطأ ربما ربما اللي نسجلوها على نفسنا هو صحيح الامتحان في جانبين إما يكون بالكتاب يعني اختبارات وإلا يكون يعني دراسة الملف دراسة الملف يعني فيه تجاوزات فيها أخطاء وقع فيه نقاش وتم على أساس طرح هذا المشكل على طاولة وزر الطرية صحيح؟ وتنظيم يعني المسابقة نعم لم نستشر يعني قال ما رأيكم بصورة نهائية لكن طرحها في الاجتماع ونحن مدى ما كان شيء اعتراض لأنه نحوس وأننا نلقا نوع النوعية والشفافية أيضا والشفافية في المسابقة وطلبنا أنه لازم يكون امتحانات مثل البكالوريا وتكون فيها يعني فعلا ضمانات في الامتحانات لأن المسابقات نعرف كيف اشتمشي والتحفظات موجودة لكن هذه المسابقة سيدة زيري يعني ينظمها الديوان الوطني لا تفقين هذه لأول مرة يعني هذه لأول مرة يعني معروف عليه هذا لأول مرة لكن الديوان عنده ما قبل الامتحان اللي هو تحضير المواضيع وعنده ما بعد الإجراء اللي هو التصحيح المراحلة هذه يتحكم فيها مراكز الإجراء تكون عندنا نحن كقطاع طربي والله هنا اللي لازم يكون فيه فعلا صرامة حقيقية ليعطاء الشفافية باش الحق يروح الملاه احنا نرجع للإشكال أنه هذا المسابقة في المادة 45 من قانون الأساسي والمادة العاشرة اللي عدلتها من القانون من المرسوم 08 315 تعطي لنا الحق كقطاع وتأمرنا بصيغة واضحة أن المسابقة تتم على أساس الشهادات وليس على أساس الاختبارات بينما المادة 56 من نفس المرسوم تقول بالنسبة التعليم المتوسط وبالنسبة التعليم الثانوي يكون على أساس المسابقة الاختبارات على كل الناس لحظة باختبارات نظرا للشي اللي قلت من التجاوزات وكذا قال لك نروح لكل الاختبارات بمعنى نحن اليوم إذا كان ما لقيناش حل يعني إما نناقش أبنائنا المتعاقدين ويقبلوا بقضية الخبر المهنية لإضافة عن النقاط واللي هي في الحقيقة نحن طلبنا بها وثمنا الشي اللي جاء لأنه حسبيا فيه زيادة معطبرة في النقاط في الامتحان وهذا امتياز بالنسبة للمتعاقدين لتثمين الخبر المهنية وإحنا أول من دفع على هذا الأمر وفي نفس الوقت نعطي فرصة لبقية الشباب اللي قدم إلف بهشار في المسابقة وهذا شي جميل وإذا كان هذا الطرق كلها مما لقيت لنشر الحلول نحن عندنا اقتراح طريق ثالث أنقله فيما بعد بالنسبة لهذه المقطات سيد سجم لديك إجابة على نعم أنا نطمم سيد باشير أولا البرامج اللي رحي موضوها في الموقع تعال هناك لكن طالحتوا عليها برامج بتاع الاختبارات الكتابية كلها تتماشى مع البرامج الدراسية إذا كان المعلم رحي يدرس في الابتدائي المواضيع التي استخرجت من برامج الابتدائي هي اللي غادي الأستاذ يمتحن فيها رياضيات في المواد العلمية كل المواضيع هذه مأخوذة من برامج تعليم الابتدائي اللغة العربية نفس الشيء معناه فرصة إضافية زيادة على تثمين الخبرة رأي عندكم حظوظ كبيرة باش تتناولوا هذه المواضيع بسهولة جدا ثلاثة في الشفاهي كذلك كل المواضيع التي تنترح عندها علاقة مع المدرسة على المجالس اللي رحيم موجودة نوعة المجالس النظام داخل المؤسسة الأسلوب التدريس المرامج كيف سرحيم السجلة معناه الثقافة اللي اكتسبتها كمتعاقد رأيك غادي عندك انطلاقة كبيرة مقارنة لهم معناه عندك ثلث عناصر إضافية باش تكون عندك حظوظ أكبر من الآخر زيادة على ذلك كما شر لها سيدزيري اللي قام مع النقابات غادي نطلب من النقابات يشاركوا معنا في الشفافية الاختبارات في مراكز الإجراء قد نطلبهم مع الشرك الاجتماعي باش يشاركنا في مراقبة المراكز داخل المراكز باش تكون نوع من الشفافية حتى ربما الصحفة نطلبوا منها باش تدخل المراكز نقطة ثانية كل الوراق تعل الاختبارات تذهب إلى ولاية أخرى للتصحيح بالإغفال معناه ما كانش اللي غادي يعرف الورقة وورها تمشي حتى الولاي من أعرفها وين تروح حتى إذا كان الموضوع باللغة العربية أوراق اللغة العربية الديوان الوطني سيجعل مركز تجميع وذلك المركز يزربع هذه الأوراق وما نعرف وين تصحح حتى إصدار النتائج معناه فيه شفافية قوية هذا المشكل في تلاعب في التنقيط كون متيقا كون متيقا هذا الديوان الوطن الامتحانات أخذها كل الضمانات ورا عندها تجربة في هذا المجال باش هذه النقطات تكون متعالجة معناه عندكم ثلاث في ثلاث مراحل فرص عديدة باش تكونوا من الأوائل وكل الضمانات للشفافية راه متروحة زيادة اليوم راح تزير قال كين خمسة مئة مئة ألف نصح كين سبعمائة ألف اليوم لدينا سبعمائة ألف واليوم راح بدأ ريزو سوسيو تحركوا شبكة الاجتماعي تتحرك وراه تقول باللي نحتجوا في 17 أبريل أمام جميع مديرات التربية لنرفض عملية الإدماج إحنا رأنا الإدارة بالترخيص من رئيس يعني الوزير الأول الوزير الأول الترخيص هذا اللي مدى رأفتحكم الباب باش تكونوا من الأوائل المشكلة وراه غادي تكونوا أكثر حظوظ تكون عندكم الحل تكلم علي الإدماج غادي يطرح إشكال عويس لا يمكن التوقف في 24 إلى 25 متعاقد لازم نتعدى هذا العدد لازم نروح إلى 70 ألف إلى 75 ألف ولو 50 لكن ما رأك تقول يستحيل يستحيل اللجوء لهذا الأسلوب لأنه لا يتماشى مع المنطق لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي للبلاد لكن الأسلوب تالاختبار والظروف التي ستستعملها كون متيقا رأي في صالح متعاقدي سيد سعيدي ما هو تعليقكم على ذلك لكن حاجة مليحة أن تكون هناك حاجة جديدة وما الفائدة عدد المناصب السفر وما الفائدة أصلا لا ترحش تجوز لكن هناك خارطة على حسب ما يقول سيد النجادي كيف يمكن لمديرية أن تفتح منصب شغل وهي عندها حالة تشبع في هذه المناصب حتى الواحد يكون منطقي في الطرح التاع المنصب الشغل يفتح عندما يكون شاغرا وليس نفتح منصب شغل عندما يكون حالة تشبع سيد سعيدي عدد الأساتذة المتعاقدي في مدد الرياضيات في الشلف كاين 8 ولا 10 نحن لا نتحدث عن ولاية لأنواع كاين في الجزائر 48 ولاية يعني هناك عدد المناصب مفتوحة محددة كما نقول سنا كاين دخلوا الأمازيغية والأخر كاين عدد المناصب الكبيرة من هذه الأمازيغية والطور الابتدائي وعدد المناصب قليلا إنعدامها إنعدامها دوك ماذا تدير بهذه الخبرة والذي قال أنه كاين يهضر على تنين المختص في الرياضيات سيد سعيد نكون منطقيين في طرحنا المختص في الرياضيات عندما يكون منصب الشغل سفر في تلك الولاية يذهب إلى اختصاص آخر مثلا في الابتداء سيد نعكس له السؤال بكيفية أخرى نفرض زوج مناصب فقط في تخصص معين وفي التعاقد لدينا 15 نفرض لدينا نفرض نفرض ندمج وندمج من أوسائي التربية البدنية 52 وننضر الزوج 50 هدو الزوج خرجوا لاروت ونجرهم شغري وعدد المناصب الشغري لنقو حمار 50 ألف منصب شغري 50 ألف نقوم بعمل لكن عدد المتقاعدين 75 ألف يعني سيد باشر يعني كما نقول سيد باشر نعم نقاب نقاب لك أشارت سيد باشر وزارة التربية هي يعني وزارة الجمهورية الجزائرية ومؤسسة سيادية ونحترم يعني للمنصب المنصب اللي غادي تدمج عليه هذا المنصب راح مخصص للترقية راح المنصب الشاغل ماذا نقصد لخرج تقعوت واحد خرج تقعوت خلاص ما يرجعش هذاك منصب ندلو عليه امتحان ونظفه عدنا مؤسسة جديدة عدنا شريحة إضافية جديدة هذيك ندلو عليه امتحان ونظفه عندي منصب تأستاذ رئيسي أستاذ مكون هذاك المنخصص للترقية كان أساتي داليرها موجودين عندهم الأقدامية والقانون يقول يدير امتحان مهني ولا على تسجيع القائمة التأهيل من حقه يترقى يا إما رئيسي يا إما مكون معناه اللي رأى الأستاذ اللي رأى مستخلف أو متعاقد على منصب مخصص للترقية يستحيل توظيف على هذه المناصب لأنها مخصصة للترقية معناه ولو تقعد عشرين عام في المنصب المخصص للترقية عمرك ما تدي ذلك المنصب بينما بينما المناصب التي أفرغت بسبب تقاعد أو منصب جديدة كون أن في مؤسسة جديدة هذه مفتوحة للمسابقة سيدك حيليش نلاحظ بأنه هناك يعني المعلومة دائما المعلومة لا تمر بين الوزارة أو بين الهيئة الرسمية والمهنيين القطاع يعني دوركم أنتم في توصيل هذه المعلومة لأنه عندما يقول سيد الجدي نرى 75 ألف متعاقد نرى أن الأستاذ يقول أنك 50 ألف منصب مفتوح يعني هناك غموض وهو ما يعني يزيد في بلبلة الموضوع خاصة أنه عندما نرى في المشهد اليوم نرى بأن التلميذ هو الضحية يعني في نهاية المطاف يعني الوزارة بدلت جهود كبيرة مع الشركاء الاجتماعيين يعني الذين تفهموا في الحوار من أجل يعني استقرار المدرسة الجزائرية ثم بعد ذلك نلاحظ يعني في غموض آخر بالضبط سيدة الكريمة هو هذا هو ولذلك نحن لاحظنا حصة الأسد في النقاش ستكون ما بين وزارة التربية والمتعاقدين ولكن هناك طرف واحد آخر في نهاية المطاف الهام والأهم ولأجل وجد الأستاذ ولأجل وجد الوزارة ألا وهو التلميذ ولما نقول التلميذ يعني نقدر نقول كل الجزائرين تخيلي سيدة الكريمة نحن عدنا حوالي ثمن ملايين فاصل خمسة ثمن ملايين ونصف تلميذ ومليون ونصف طالب جامعي وحوالي خمسة مئة ألف في التكوين المهني وبالتالي ربع مليون الجزائريين يعني في مقاعد الدراسة من أجل ماذا من أجل التكوين وتخريج إطارات المستقبل لما نقول ربع مليون معناها الباقي هما إما أولياء أو أستاذة أو يعني كلهم يضعوا في حق التربة خليني كذلك نقول لك نعطي معطى أهم مهم جدا باش نخرج من مسألة وباش ربما يكون فيها عقلانية وطرح منطقي باش نخرج من مسألة هل من هي الأولوية وإن كان المفروض لا يطرح لأن لما يكون فيه نص قانوني واضح القانون يعلو ولا يعلع عليه باش نخرج من منطق هل عن طريق التوظيف المباشر أو الاتفاق أو التفاوض أو لما نقول وهذه آخر إحصائيات قتمتها معا لوزيرة التربية وسمعناها للأسف الشديد ويعني أنا شخصيا نتأسف له كوصية للقطاع على مستوى هيعة شريعية لما يكون عدنا ألف تلميذ من ضمن الألف تلميذ تسعمية وربعين أعتقد تسعمية وربعين تسعمية وستين تلميذ يئما تسرب مدرسي يئما إعد سنة من ضمن ألف عدنا واحد وربعين تلميذ يجيبوا البكالورية بمعدل ربعة بالمئة هذا أمر بالنسبة لي ناشيء مؤسف ومن مفروض ندقو ناقص الخطر لأن هذا هو بناء الإنسان ليبنينا اقتصاد ويبنينا مدارس وكذا إذن الحل وين وهذه المعضلة وهذه الإشكالية والتي عدها علاقة بقضية ونقاش الحال الحل وين سيدة الكريمة الحل أننا مسؤولين ليس فقط لنوصلوا المعلومة ولكن لنراقب والحكومة في هذا المجال ما هو المطلوب في مثل هذه الحالات المطلوب في مثل هذه الحالات أنه ليس أي إنسان يعتلي منبر تدريس فيه مقاييس فيه ألا وهي الكفاءة لمهوش كفاء لأن هذا خريجي ما فيهش تلميذ فاشل فيه أستاذ فاشل مع احترامنا لكل الأساتذة اللي خرجونا وقرارونا ودرسونا وأنا ما عدي أدنى شك سواء لا في المتعاقدين أو في غير المتعاقدين ولكن ما هو المعيار ما هو الأساس لأن المسألة مش مسألة إرضاء هؤلاء الفئة من المتعاقدين اللي طالبوا بالتوظيف المباشر ولا بإرضاء حوالي سبعمائة ألف اللي راها تقدمت اليوم واللي مرشح على الارتفاع ولكن المطالبة بالإرضاء هو القيام على قطاع التربية هو أن نقدم الأكفاء بالضبط هو أن نقدم الأكفاء ونعطر الأمانة اللي هي فلذات أكبرنا وأبنائنا ونقدم الأكفاء ما هو المقياس إذن ما هو المعيار المعيار هو المسابقة خلينا نكونوا مضوعيين وبعدا عن العاطفة أنا شخصيا متعاطفة مع شيء طابعي شيء طابعي ولكن هذا الأمر أكدنا عليه ونأكدوا عليه اليوم وغدا ولكن لما يعدنا حالات اجتماعية من هذا النوع تصرف من هذا النوع كلنا تبعنا المسيرة تاع الإخوان وتعاطفنا معها يعني بيقولوا ابناء ولكن دي ما دي ما كين قانون دي ما دي ما كين مسألة الأولى بالتفضيل لأنه لما تعدك أكثر من مصلحة فيها مصلحة متعاقدة فيها مصلحة هذون ولكن ما هي المصلحة الأولى بالتفضيل المصلحة الأولى بالحماية وهي المجتمع وهي الأسرة التربوية وهي التلميذ مهم جدا سيد كحليش وهو الحالة الاجتماعية في المقابل كين المدرسة الجزائرية والنتائج المدرسة الجزائرية سيد سعيدي من خلال الأرقام المعطات أنه هناك في الجزائر في مسح كله أنه هناك 25 ألف متعاقد هناك 28 ألف منصب للمتعاقد بشكل دوري ليس بشكل 75 ألف الذي ذكره السيد نجادي نلاحظ الحالة الاجتماعية التي يقول يذكرها السيد كحليش. ما ردكم في هذه المسألة؟ هل مطالبكم هي المعالجة الاجتماعية للحالات أم الارتقاء بالمدرسة الجزائرية؟ خاصة أنه يقول السيد نجادي أيضا اليوم أنه هناك 700 ألف مترشح يعني يعني العلاقة البداقوجية بين تلميذ والأستاذ ما كانش أدرب بالتلميذ ما كانش ليحب مصلحة تلميذ كما الأستاذ وعلش ما نرجعه سلوم ليدارو المناهج وعلش ما نرجعه سلوم أنا واش نقرر المناهج ليمدلنا أنا واش نقرر المناهج ليتمدلنا هذا هو يعني هلش ما نرجعه سلوم لسياسة التوظيف لهذا الشيء على استقرار الأستاذ استقرار الأستاذ هو استقرار المدرسة الجزائرية واستقرار وإيمد كيفاش أستاذ ما هوش مستقر ما هوش كما أقول حالة نفسية مليعة كيفاش يمدل المردود للتلميذ هذا شيء واحد والشيء الثاني كيفاش شكونا يمدل المناهج علش ما نرجعه سلوم ليدارو المناهج حنا واش نطبقه المناهج اللي يمدوها لنا نقلط وطور رأي علش ما نحوسوش علش توجون نحصلها في الأستاذ لماذا نبحث أين هو الخلال لماذا توجون نحب نمسح الموس في الأستاذ هذا هو سيد سعيدي لك اليوم عندما نقول أن هناك 700 ألف مترشح وفي المسح الكل للمتعاقدين يعني 75 ألف يعني ألا ترون بأن هناك إشحاف أيضا عندما تطالبون بالإدماج المباشر أن هناك إشحاف في كفاءات جزائرية أخرى التي تقدر بأكثر من الفرق بين 28 و 25 و 700 ألف سيد زيري والله أنا أبدأ حيث انتهى أستاذ سعيدي الأستاذ هو ضحية سيدي الكريم أشتريت فضلت كلام كبير أن الأستاذ إذا فشل التلميذ فنقول أن الأستاذ فشل فعلا لأن كل التلميذ أذكياء إذا كان سقلنا ذكائهم وقدمناهم الأستاذ الكف الأستاذ الكف لا يقدم مباشرة لما يجي من الجامعة ويقدم للتلميذ الأستاذ الكف يقدم بتكوين قبلي كافي المعاهد التكنولوجية أغلقت منذ 97 المدارس العول الأستاذ شبكتها ضعيفة جدا نحن كنقابة كشركة اجتماعيين دقينا نقص الخطر منذ أكثر من خمس سنوات وقدمنا اقتراح مكتوب لوزارة الطربية لا بد من إيجاد شبكة واسعة للمدارس العول الأستاذ لأخذ التلميذ الجيد اللي يروح لمهنة التدريس بقناعة وعن حب وعن طواعية وبعدها يتكون لأنه نأخذ أحسن التلميذ اللي يأخذوا البكالوريا ثم يروح للتكوين القبلي اللي فيه يأخذ كل المؤهلات اللي تخليه أستاذ كفء من طربية وعلم النفس من منهجية التدريس من المادة العلمية اللي راح يدرسها من حقوق وواجبات في بطارة شريع المدرسي نحن الآن ضربنا المدرسة في الصميم الاستثناء عن الأصل التوظيف على أساس الشهادة التوظيف بالتعاقد هو استثناء الأصل أننا أول إشكال لا بد أن نتحل الحكومة وتتضافر الجهود مع وزارة التربية ومع البرلمان هو أن نكون الرجل الكفء اللي راح يمرس منهنة التربية سأعود المروع أنا رجعت على قضية كلامك جميل جدا وهذا هو الأصل لكن السيد الديري اليوم نحن أمام واقع حال الارتقاء بالمدرسة الجزائرية هناك 700 ألف مترشح من الشباب الجزائري الخريجي الجامعات تقريبا كلهم واليوم نلاحظ أن هناك تشدد من طرف هل في احتكاككم بهم خاصة أنه لديكم كنقبات خبرة في التحاور وفي أوراق التفاوض وما إلى ذلك نلاحظ بأنه يجب اليوم إيجاد توازن لهذه العملية في سبيل التلميذ لأنه اليوم الفصل الآخر الفصل الثالث هو أقصر الفصول شهرين من لها هناك الامتحانات الإنسان يتنازل من أجل أو يحسبها منطقيا من أجل التلميذ ومن أجل المستقبل التلميذ المشكلة التي أمامنا ما عندها شيء تزيد لابد لها من حل لابد لها من تعقل من كل الأطراف لابد من أن نحلح لها بالجلوس على الطاولة شركاء اجتماعيين وكلهم لابد أن نناقش هذا المنف بروية صحيح أن هناك سوابقة سابقة فلتت في عدم نتبق القانون في 2011 وشرى الإسراء أما نرى أمام إشكالية اليوم ليس لدينا شغل متعاقدين وإلا نقول الإدماج دون قيدنا شرط لأنهم يدرسوا وهم أهل وأصلح للمنصب الذي رهم فيه ما دامت المدارس العلسة المغلقة وما دامت التكوين لمهوش كافي وبالتالي الذي يعرف التلميذ يدرس أحسن من الذي يجي ما يعرفش التلميذ لكن نحن أمام 700 ألف لأن الرقم يرتفع وما زال يرتفع وهو يبحث عن وظيفة القضية أصبحت أكثر معناها يعني قضية تكفأ فرص قضية عدالة معناها المسابقة في هذه الحالة لابد أن نفتح نقاش ويكون نشارك فيها شركة الاجتماعيين وبالدرجة الأولى للمتعاقدين يكونوا كطرف أساسي ونفتح نقاش مع بعضنا البعض في أقرب وقت سيد جيري هل معنى هذا أنه هو هذا كلامكم يعني هو رسالة إلى المتعاقدين من أجل دخول المسابقة خاصة أن حدودهم كما كان يشرح سيد نجادي أن حدودهم أكبر في النجاح من خلال الممارسة وما إلى ذلك أنا في اعتقادي والحساب الذي عملناه حدود النجاح أنا لا أقول بالنسبة للعدد المناصب مفتوحة في كل ولاية هذا الشيء مقبول وتخوف مشروع مقبول ومطلب شرعي لأنه يفتح المناصب لأنه هو يبحث بشي يتوظف لكن بالنسبة لي حظوظ النجاح بالنسبة للمطفر للمناسب الحظوظ المتعاقدين يعني أكبر بكثير حتى من دراسة الملف من المسابقة على دراسة الملف حظوظ لأنه الامتحان حسب الشيء اللي رح يكون حسب الدروس اللي موجود وفيه الطرح من هذا الجانب فيما يخص الامتحان وعندنا قناعة في هذا الجانب لكن هل معنى هذا هل نفهم من كلامكم سيد زيري أن هذا الكلام الذي تقولونه أنه رسالة إلى المتعاقدين من أجل دخول المسابقة يعني خاصة في ظل الإجراءة التي اتخذت نحن بتثميننا للخبرة تثميننا للخبرة بهذه النقاط هي دعوة رسمية للذهاب للانتحان لكن أمام الإصرار أمام الإصرار لابد أن نبحث عن حل وهو الجلوس الطاولة من جديد في أقرب وقت للشركة الاجتماعيين مع المتعاقدين لنقنع بعضنا البعض بنقش الموضوع بروية لإيجاد حل نهائي سيد زيري بالنظر إلى خبرتكم كنقابة وأنتم نقابات هناك أكثر من عشر نقابات في قطاع التربية المتعاقدون هم شباب ليس لديهم خبرة في التفاوض ما إلى ذلك يعني إرسال أو توصيل هذه الرسالة يعني أن التفاوض يجب أن يكون بتعقل يعني هناك تنازلات أو هناك يعني إجراءات لفائدتهم يجب أيضا هم أن يكونوا يعني من أجل يعني تكافؤ الفرص والشباب الجزائري يعني سبعمائة ألف شب جزائري يجب استحضار يجب استحضار الوضعية كما هي نعم شباب يبيتون في العراء ومسرون على الإدماج شباب أيضا بتعداد عظيم يعني عشر مرات لحظة سيد زيري يعني حتى نرى بأن يعني القضية يعني بالحالات الاجتماعية يعني حتى يعني الخمسمائة وخمسين ألف يمكن أن غدوة في الشارع أيضا مترشح أيضا يعني حتى ننهي هذه المسألة لأن الشارع ليس حل يعني دائما نقول بأن الشارع ليس طريق إلى الحل نحن في نهاية سنة دراسية وسنة دراسية كانت ربما لأول مرة تكون هادئة بهذا النوع ونريدها أن تكمل كذلك أولا فيما يخص الإجراءات على التهديئة نطلب وزارة التربية أن ندي إجراءات التهديئة لأن الوثيقة اللي نزلت للميدان وقال فصل المتعاقدين هذه لابد من طيها لأنه تفتح باب آخر للتضامن النقابي وقد نروح إلى ضربات ونذهب إلى أمور ونحن في نهاية السنة الدراسية لابد أن نتعقل جميعا نجلس إلى طاولة الحوار لكي نناقش هذا الموضوع بكل مسؤولية بكل روح مسؤولة وهنا نستطيع أن نجد حلول حتى إذا كان لقيا في النهاية على فرض نذهب إلى الحل الثالث طريق الثالث على فرض أننا لم نجد حل القاوة المتعاقدين قال لا أحب أن يأخذ الخبرة المهنية وما أحب أن يتنازل على الاختبارات كين القانون القانون أن ذكرت المادة 45 والمادة 10 وأن بإمكاننا نأخذ طريق ثالث وهو إلغاء هذه المسابقة والعودة إلى دراس الملفات العودة إلى امتحان على ملفات والكل يشارك بما فيها 700 ألف وبما فيها المتعاقدين وتدرس ملفاتهم جميعا حسب النقاط وحسب الشيء الموجود هذا طريق ثالث للحل أما أن نبقي على الحل كما هو ولوضعية كما هي أنا لست ناطق رسمي بالاسم تعاقدين الزميلة ونمعنا لكن نبحث عن حلول غدا نحن أمام جلسات سيد زيري الفكرة وصلت ومع الملاحظة أنه في دراسة الملفات ليست هناك شفافية سيد سعيد ما قولكم في هذا نحن لا نجد المسابقة نحن قلنا لهم كائن مناصب نحن نديرون الإدماج كيف يعني الإدماج وأنتم لستم ضد المسابقة يعني غير مبقومة هل تدخلون المسابقة لا ندخل المسابقة نحن كما قولوا لا ندخل المسابقة الأسدين المتعاقدين قالوا لا ندخلوا المسابقة نحن نطالب بالإدماج دون قيد أو شرط وإن أبقوا على المسابقة لخارجي الجامعة فهذا أفضل فهذا أفضل سيدك حاليش يعني في خضم يعني هذا التشدد أنا في خضم هذا التشدد وكذا والله أنا أولا خليني نكون متفائل متفائل خير إن شاء الله لأن هذا في نهاية المعطاف إخواننا أساتذة قدوة مفرضهما اللي مدوا الرسالة في ذل أعتقد أنا في تصوري في ذل إضافة ست نقاط يعني كاملة مراعاة لطبيعة الأسئلة اللي من ضمنها وتتضمن الخبرة التي تفيد الخبرة في الإجابة على الأسئلة وأعتقد شخصيا ونطلب من الآخ وكل الأخوة المتعاقدين ويعرفوا موقفنا معهم في الوزارة وكان فيه الشهود وزميلكم كان حاضر معنا بأن قلوبنا معكم ولكن أنا حبيت نطلب منك كأخ وكل المتعاقدين مدام الرسالة وصلت يعني أتمنى 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 يعني إشفاقا على الإخوة التي رأهم في حالات تتعرف خير من خاصة أنه فيه نساء نتمنى أنه يكون فيه نوع من ما نشعرف إشفاقا على نفسهم أولا إشفاقا على كل واحدة عندها أولاد وكل أولئة أولئة ومحايرا عليهم إشفاقا على الأسرة التربوية والتلاميذ التي رأهم يسنعوا إشفاقا على الوطن لبحاجة إلى استقرار والقطاع لبحاجة إلى الاستقرار ولا واحد يخفى من الشك في وطنية تحت واحد ولا واحد يخفى عليه الوضع الإقليمي لتعيش البلدان المجاورة ولا واحد يخفى عليه الوضع الاقتصادي لتعاني منه الجزائر وبالتالي من واجبنا كلنا إذا كان على سبيل التضحية وليكن من واجبنا أن نلتزم التعقل في مثل هذه الظروف نتمنى ومع ذلك نتمنى دائما أن يكون في حل ولكن إبدأ الليون بتغليب مصلحة الوطن هذا وش حبي نقول نعم مسجمين كرسالة الأخيرة رسالة أخيرة نطلق من الشيء الذي قال سيد نائم رئيس لجنة التربية خاصة بالمدرسة الوضع الذي يرى فيها حاليا فيما خصص المرضودية فعلا جاءت في الندوات الجهوية الوطنية تقول باللي ننهض بالمدرسة بتكون عندنا مدرسة نوعية أرضنا من وراها الاختبارة الكتابية استخراج أحسن أفراد قادرين على النهض بالمدرسة رغم ذلك رغم ذلك أدخل معايير تثمين الخبرة لإعطاء فرصة ثامنة لإخواننا لرهم متعاقدين زيادتنا الشيلي قال الشيلي نقول كذلك هو أن الأطراف اللي راهي دور حول المتعاقد التعقل طالب يطلب منهم التعقل لأن لما تلاقينا مع الإخوان المتعاقدين مع السيد الوزيرة التمسنا يعني أفراد موضوعيين عقالة حكمة حتى في النهاية طلبوا تفسيرات في كيف تطبيق تطبيق هذه التثمين للخبرة كيف إجراء اختبارات يعني فيها روح مسؤولية بالنسبة لهم الشيلي نطلبوا كذلك بالنسبة للمناصب التي يتكلموا عليها مناصب 28 يجب يكون تضامن في ولاية عندي زوج مناصب عندي صفر مناصب متعاقد ويجي ويجي واحد النهار وأبواب تكون مفتوحة من شرط أن كل الناس التي رأي على هذه المناصب لازم لها تتوظف لازم يكون فيه تضامن نعرف باللي في هذه السنة عندي خمسة مناصب في المسابقة الكتابية ستستخرج وأكيد الأوائل يكون من المتعاقدين لأن التثمن الذي ضفناه وأكد وأكد أنه في صالحهم وكذلك الشفافية مضمرة من طرف دول الانتحابات نعم وخاصة تغليب الحكمة في معالجة هذه الأمور لأن نلاحظ بأن هناك أوطان والدول يعني الشارع لا يحل المشاكل ولكن يؤزمها أكثر وقد يؤدي إلى تمزيق الأوطان كما نرى ها اليوم سيد نجادي مسجم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية شكرا على حضور وشكرا على الإضاحات المقدمة سيد مصطفى كحيلش رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم بالتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوطني أيضا شكرا على الحضور وشكرا أيضا على المعلومات المقدمة السيد بشير سعيدي الناطق باسم الأساتدى المتعاقدين أيضا شكرا على الحضور بالرغم أن كنت عندكم في مساء اليوم معكة صحية نشكرك قدومك ونشكر المعلومات وكذلك الإضاحات وإضاحة المطلب هو جزء من حله سيد صادق زيري أيضا نشكرك على الحضور وأنتم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين نذكر أيضا المشاهدين أنكم يمكنكم التواصل معنا عبر موقع تليبيزيون www.un.tv.dz حصة نقاش مفتوح الشكر أيضا موصول إلى الفرقة التقنية التي رفقتنا إلى مخرج الحصة محمد لمين محروب وإلى المشرف محمد لمين بوفنايا ولكم على كرم المتابعة إلى أن نلقاكم اشتركوا في القناة